موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مع فارما في الفيديو نتاع اليوم هذي تشوفو وصفة لقالات بالروز هذي الوصفة يحبوها كثيرا الأطفال وصفة سهلة وبسيطة لتحضير هذي الوصفة سنحتاج الروز المقلمش أو الروز المنفوخ هذي الوصفة عملتها لكم من قبل ستظهر لكم في آخر الفيديو سنمر الآن مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير بسم الله سنحتاج إلى المورنج هنا استعملت 2 بياد بيض بالتقريب 60 غرام سنضيف لها قرصة نضيف أيضا ملعقة صغيرة تاع سكر فانيلا ما يعادي الكيس واحد نضيف أيضا السكر 100 غرام أو بالتقريب نصف كوب هنا يلقينا إما توضعوه في حمام مائي حتى تشوفو هذي السكر داب والخليط واللادافي أو مباشرة تخلطوه بالضرب الكهربائي لكن كي توضعوه في حمام مائي من بعد تتحصل على المورنج بسرعة وإذا دربتوه مباشرة يعني ما توضعوه السكر والبيض وسكر فانيلا وتضربوهم من الأول هنا المورنج ستطلب بعض الوقت باش تكون كاتيفة هنا كما لاحظتو وضعتها في حمام مائي حتى شفت السكر داب ولا الخليط دافي من بعد قعدوه هنا يخفقوه فيه حتى نتحصلوه على مورنج لازم المورنج تحصلو عليها تكون كاتيفة كما راكم تلاحظو في الصورة يعني ما لازمش تكون سائلة يعني كي توضعوها ككلفووي وترفعوه يتكون لكم من قار العصفور هنايا غضي ننزع كمية للتزيين في الآخير هذه اختيارية من بعد هنايا أضفت عطر وفي نفس الوقت ملوين تاع الفراولة هذا أيضا اختياري تقدرو تخلوها بيضة بدوق الفانيلا أو توضعوا أي عطر آخر ومن الأفضل هو وضعوا عطر انتاع على شكل غبرة يعني ما لازمش هكاك تكون سائل بزد بشي المورنج ما تهبطلكمش وهنا يراني نوضيف في الروز المقلمش أو الروز المنفوخ اللي شفتوه معايا في الوصفات السابقة نقعدو نضيفوه للمورنج ونخلطو حتى نجمعو العجينة لازم تكون متماسكة ما لازمش تكون هكاك تتلاسق دو كنت تشوفو القوامة تاحة يعني كي ترفضوها باليد على هذا الشكل لكم تشوفو فيه في الصورة من بعد هنا في بلاتون نوضع فيه البلاستيك نوضع العجينة ونغطوها أيضا ببلاستيك آخر ونخبزوها لأنكم لو كانت تخبزوها مباشرة هذيك المورنج ستتسقلكم في اليد هنا إما بواسطة اليد تخبزوها أو بواسطة الوراق تخبزوها على السمك تنين سنتيمت من بعد توضعوها في المجمد هنا لازم توضعوها في المجمد ساعة حتى تشوفوها كما هكت ماسكت باش من بعدها تقدروا تقطعوها لو كانت قطعوها مباشرة هذي تقبلكم وتتفتتلكم هنا بواسطة إطار دائري هذي نقطعو دوائر تقدروا تستعملوا أي شكل آخر مثلا شكل مربع أو شكل قلب هنا بعد ما نقطعوها هذي نوضعوها في بلاتون تكونوا واضعين فيه ورقة طهي وهنا فقط ملاحظة ما لازمش تخلوها كثيرا في المجمد لو كانت تخلوها بزر في المجمد وبعد تقطعوها غادي تجيكم صعوبة باش تقطعوها لأنها تكون صلبة هنا كما لاحظتوا الباقايا عاود جمعتهم ونعاودوا نخبزوهم ونعاودوا نقطعوهم وإذا شفتوها أيضا تتلاصق لكم تقدروا ترجعوها المجمد خمس دقائق ولا عشر دقائق لأن الكمية قليلة من تتماسك عادي تقطعوها هنا هذي كالكمية تعلق المراج اللي وضعتها على جيار لأنه وضعها على شكل وريدة فوق الحبة هذي اختيارية تقدروا مباشرة تخلوها على الشكل الأول من بعدها هذي نسخنوا الفرن على درجة حرارة منخافضة نفس درجة الحرارة اللي تطيبوا فيها لامورنغ يعني مياد درجة مئوية من بعدها تدخلوا بلاطو في وسط الفرن وتخلوه لمدة ساعة من بعدها تطفوه للفرن وتخلو هذي لقالت داخل الفرن حتى الفرن يبرد تماما باش المورنغ تنشف لكم ممليح وهذا هو الشكل النهائي تاحا وغادي نفتح لكم واحدة وتشوفوا كيفاش تجي تجي مقرمشة كثيرا لأننا نستعملنا الروز المقرمش وأيضا المورنغ والمورنغ أيضا تجي مقرمشة بالنسبة لملاحظة اليوم تقدروا تحضروا هذي لقالت بدوق الفانيلا وهكذا تتحصلوا على اللون الأبيض يعني ما تضيفوش عطر الفراولة أو أي عطر آخر تخلو هذي الخليط أبيض وتكملوا بنفس الطريقة وصلنا إلى نهاية الفيديو نتعليهم وإن شاء الله يكون أعجبكم قلكم مع السلامة وإلى الفيديو الجاي إن شاء الله